بسم الله الرحمن الرحيم قيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي الرحمن على العرش استوي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسن وهل أتيك حديث موسي إذ رئي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتيها نودي يا موسي إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هويه فترده وما تلك بيمينك يا موسي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخر قال ألقها يا موسي فألقيها فإذا هي حية تسعي قال قذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولي واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخر لنريك من آياتنا الكبر إذهب إلى فرعون إنه طغي قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني وحلو العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد غوتيت سؤلك يا موسي ولقد مننا عليك مرة أخر إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي أنا قذفيه في التعبوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساح ليأخذه عدولي فليلقيه اليم بالساح ليأخذه عدولي وعدول له وألقيت عليك محبة مني ولقصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسي فاصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآيات ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغي قالا لا تخافا إنني معكما أسمع وأري فأتي ياه فقولا إننا رسولا ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إننا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولي قالا فمن ربكما يا موسي قال ربنا الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدي قالا فما بال القرون الأول قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينس قالا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل وأنزل من السماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهي منها خلقناكم وفيها نعيبكم ومنها نخرجكم تارة مخرج ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبي قالا جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسي فلنأجينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوي قال من وعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحي فتولي فرعون فجمع كيده ثم أتي قال لهم موسي وإلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتر فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجو قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلي فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلي قالوا يا موسي إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعي فأوجس في نفسه خيفة موسي قلنا لا تخف إنك أنت الأعلي وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيب سحر ولا يفلح الساحر حيث أتي فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسي قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقي قالوا لن نؤفرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا والذي فطرنا فقض ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدني إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطاينا ليغفر لنا خطاينا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقي إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيي ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلي جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكي ولقد أوحينا إلى موسي أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشي فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدي يا بني إسرائيل قد أنجيتكم من عدوكم ووعدتكم جانب الطور الأيمن ووعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوي كلوا من طيبات ما رزقتكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوي وإني لوفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدي وما أعجلك عن قومك يا موسي قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضي قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسي إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامر فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسي فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسي قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا أبنى أمي لا تعفذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول ثرقت بين بني إسرائيل ولم ترك بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم تبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبدتها فنبدتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهف فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبت إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبدتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل يأنسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا تري فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد غاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبيه فقل ما يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي إن لك ألا تجوى فيها ولا تعري وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحي فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصي آده ربه فغوي ثم اجتبيه ربه فتاب عليه وهدي قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هديه فلا يضل ولا يشقي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمي قال رب لما حشرتني أعمي وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقي أفلم يعد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولمه ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأقراف النهير لعلك ترضي ولا تمدنا عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقي وأمر أهلك بالصلاة واستفر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوي وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم يأتيهم بهينة ما في الصحف الأولي ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدي